بسم الله الرحمن الرحيم من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد أحبتي في الله أحييكم أينما كنتم في أرض الله بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وهذه حلقة جديدة في برنامجنا كلمات مضيئة أضاء الله أيامكم بالإيمان به وبالاستقامة على طريقه وأن يحسن لنا ولكم خاتمة الأمور كلها وأن يجعل رب العباد بفضله ومنه وجوده خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاه الاستقامة كما استوضحنا من علمائنا الفضلاء في الحلقات السابقة هي الطريق الموصل إلى رب العباد سبحانه وتعالى بعيدا عن مرديات الهوى وبعيدا عن الترهات العقلية التي يريد إنسان العصر أن يلف وأن يدور كما صنع آخرون من قبل لفوا وداروا فتعبوا وأتعبوا هؤلاء الذين حرم الله عليهم سبحانه وتعالى العمل والصيد يوم السبت فإذا بهم يلفون ويدورون وينصبون شباكهم يوم الجمعة وينامون في بيوتهم وحيتانهم تأتيهم يوم سبتهم شرعة فتقع في الشباك فيذهبون يوم الأحد ليأخذوها ويطحكون على أنفسهم وعلى من حولهم أننا ما اشتغلنا يوم السبت وما عملنا يوم السبت نحن لا نريد أن نكون كهؤلاء نحن نريد أن نقول سمعنا وأطعنا سمعنا كلاما وأوامر ونواهي وأطعنا فعلا واستقامة على طريق الله سبحانه وتعالى إن من ذاق طعم الاستقامة أقام نفسه على منهج الله سبحانه ورضي عن الله سبحانه ورضي عنه رب العباد سبحانه وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه أحبة في الله يعني دعوني أرحب معكم بالضيفين الكريمين والعالمين الجليلين أستاذ الدكتور محمد راتب النبولسي بكم يا سيدي بارك الله بكم أكرمكم الله أستاذ الدكتور العربي الكسار مرحبا بك سيدي بارك الله فيه أهلا وسهلا بك تنيرونا وتشعرون بالاستئناس والأنز فما بقي من لذة الدنيا من شيء إلا مجالس الأحبة في الله جزاكم الله خير بارك فيه وتقبل منه ومنكم بارك الله فيه راتب يعني نحن يعني حدثتنا جزاك الله عنا خيرا عن بعض من خصائص الاستقامة ونحن نريد أن نقترب من الوصفات العملية المبسطة التي يستطيع المستمع والمشاهد الآن إذا سمع عالمه الجليل الدكتوراتي بالنبرسي أخذ منهجه ووجد سهولة كما يسر الله لك الكلام السهل والأنثلة الواقعية التي نحياها بسط لنا طريق الاستقامة حتى نستقيم خلفك أرجو الله أن أكون عند حسن يظنك وأنت أستاذنا أنت كذلك بارك الله وخيرا الحقيقة أنكم في هذه المقدمة الرائعة أشرتم إلى إحدى أكبر خصائص الاستقامة حينما قلتم الاستقامة أقصر طريقا إلى الله وقد أكدتها الآية الكريمة فاستقيموا إليه لا تسمى الاستقامة استقامة إلا إذا أوصلت إليه فاستقيموا إليه فالاستقامة التي نتمناها هي السلوك الذي يفضي إلى الله عز وجل هناك نقطة دقيقة أتمنى أن تكون واضحة هناك مقاييس نستنبطها من حركة الحياة الناس مثلا يكبرون الغني القوي الذكي إلى آخرين هذه مقاييس للبشر وضعوها هم إما بدافع من فطرهم أو بدافع من مصالحهم ولكن لو تتبعنا آيات القرآن الكريم لوجدنا مقاييس وردت في القرآن الله عز وجل بها يرجح بين خلقه مثلا نقياسان كبيران في القرآن العلم والعمل العلم والعمل نعم النقياس الأول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ولكل درجات مما عملوا أنا أقول دائما بطولة المؤمن أن تأتي مقاييسه التي يعتمدها وفق مقاييس القرآن الكريم فإن لم تكن هذه المقاييس وفق القرآن الكريم وقع في ضلال كبير يجب أن تكون مقاييسي في تقييم أي شيء وفق القرآن الكريم فلذلك لأن الطرق هو يشريع من ذاته أو يشريع من هواه أو من عقله المحدود فبذلك مقاييسه ضال نعم من أجمل ما قرأت حول قوله تعالى يوم لا ينفع ماله ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم قال العلماء في شرح هذه الآية القلب السليم هو القلب الذي لا يصدق خبرا يتناقض مع وحي الله تمام ولا يشتهي شهوة لا ترضي الله ولا يحكم غير شرع الله ولا يعبد إلا الله هذا قلب رباني نعم هكذا وصف الله المؤمنين قلب رباني نعم الآن المقياس الذي جاء به النبي في أحاديث كثيرة جدا صحيحة تمام لكن أنا كنت أروي شطره الأول كفى بالمرء علما أن يخشى الله جميل كنت أظن أنه أله تتم وكفى به جهلا أن يعصيه نعم رجعت البارح الحديث بمراجع دقيقة وجدت له ثلاث روايات الرواية الأولى وكفى به جهلا أن يعجب بنفسه يا سطار يا رب وكفى به جهلا أن يعجب بعلمه نعم وكفى به جهلا أن يعجب بعمله معنى ذلك إن كانت النفس ليست على ما يرام أو كان العلم ليس وفق ما يرضي الله أو كان العمل ليس هادفا إلى مرضات الله وهو على مخالفة لمنهج الله فهو ليس عالما عند الله أنا أضرب مثلا لعله دقيق إنسان يحتل أعلى منصب ديني وأفتى بفتوى بخلاف ما يعلم لمصطحة يريدها لنفسه فهذا الإنسان هو عند الله ليس بعالمه مع أنه قد يحمل أعلى شهادة معلش لأنه يتأكل بدين الله نعم لذلك لما قال الإمام الشافعي أنا أفضل أن أرتزق بالرخص لا بالدين معه الحق فهو عند الناس عالم كبير يحمل أعلى شهادة له مؤلفات أما عند الله ليس بعالم فكفى بالمرء علما أن يخشى الله وكفى به جهلا أن يعجب بنفسه وليس على ما ينبغي أن يكون لذلك يقول سيدنا علي رضي الله عنه الشرك أخفى من دبيب النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء وأدناه أن تحب على جور يعني إنسان ليس على الحق لكن لك معه مصلحة أن تحبه ولذلك سيدنا عمر كان يقول اللهم لا تجعل لفاجر علي نعمة حتى لا أحبه نعم لو الفاجر عمل فيه معروف النفوذ جبلت على حبه يميل الهوى هنا مع المصلح هذه مصيبة الشيء الدقيق أن الله سبحانه وتعالى أو يأتي إنسان الآن بسيط جدا قد يكون حاجب هذا من يحتل هذا المنصب نعم لكن يطيع الله عز وجل هو عند الله عالي طبعا فنحن نريد مقاييس القرآن لا مقاييس إذن ليس العلم كثرة الرواية أبدا إنما العلم الخشية أبدا إذا ظهر على العبد علامات الخشية في قوله وعمله وفعله وتعامله مع الآخرين هذا عالم وإن كان أميه نعم الآن الله عز وجل حينما قال الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه سبحانه وتعالى وليخشون أحدا إلا الله هذا الداعية أليس له صفات كثيرة أنه صادق وأمين ويصلي ويصوم أهم لماذا أغفلها القرآن كلها أغفلها كلها لأن هناك صفة مترابطة مع الموصوف ترابط وجودي ما معنى ذلك أنا قد أقول هذه الطائرة كبيرة والباخرة كبيرة هذه الطائرة غالية السمن وهذا البيت غالي السمن أما حينما أصف الطائرة بأنها تطير فإذا ألغيت هذه الصفة ألغيت الطائرة فالله عز وجل أراد أن يبلغنا أن هذا الذي يدعو إلى الله إذا خشي غير الله فسكت عن الحق وخشي غير الله فنطق بالباطل سكت عن الحق إرضاء له نطق بالباطل تقربا إليه سقطت دعوته وانتهت فلذلك أنا أريد أن أؤكد أن مقياس القرآن هو المقياس الذي ينبغي أن نتعب طيب بقياس القرآن للاستقامة نعم ما هو يعني نحن الآن نريد أن نؤكد أنه لا مقيس إلا ما وضعها رب العباد سبحانه تعالى قال يا قوم اتبعوا المرسلين عظيم اتبعوا من لا يسألكم أجرا حينما نهدف من الدعوة مكسبا ماديا أو غنا أو مكانة جرحت مكانتها هذا مقياس اتبعوا من لا يسألكم أجرا شهد الله أنه لا إله إلا هو وأولو العلم قائما بالقسط قائما بالقسط الذي يشهد لك كمال الله هذا مقياس ثاني أنا حينما زكر الله بعض أوصافي القرآن الكريم نعم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إمامة التطبيق الإخلاص العمل الصادق فلذلك الله عز وجل حينما قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا استقاموا لازمت آمنوا فالإمام بلا استقامة لا قيمة له لأنه إبليس مؤمن حينما قال ربي فبعزتك حينما قال أنظرني إلى يوم يبعثون فالإمام من دون عمل لا قيمة له إطلاقا ولا جدوى منه بدليل لو أن الشمس صاطعة وإنسان معه مرض جلدي بحاجة إلى أشعة الشمس قبع في غرفة قميئة رطيبة وقال يا لها من شمس صاطعة مهما تحدثت عنها هذا الكلام حقيقي لأنه هي الشمس صاطعة أنت ما أضفت شيئا أما حينما تتعرض لها ويشفى جسمك منها من هنا قال الله عز وجل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه كأن الله أراد بهذه الآية أن يلخص القرآن كله يوحى إلينا أطين أنما إلهكم إله واحد العقيدة فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صحيح لا بد من عمل إذن أنا حينما أقرأ القرآن هناك مقايس مثلا فمن زحسه عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أيام إنسان يشتري أرض يضعف سعر مئتي ضعف يظن أنه قد فاز الفوز في طاعة الله سيدنا علي رضي الله عنه يقول يا بني ما خير بعده النار بخير لا أبدا وما شر بعده الجنة بشر وكل نعيم دون الجنة محقور وكل بلاء دون النار عافية فلينظر ناظر بعقله أن الله أكرم محمدا أم أهانه حين زوى عنه الدنيا لقد أكرمه فلذلك الدنيا عرض حاضر الدنيا قاسم مشترك الله أعطى المال لمن يحب ولمن لا يحب إذن ليس مقياسا أعطى الملك لمن يحب ولمن لا يحب ليس مقياسا فالمقياس أن أكون على طاعة الله وأن تأتي مقاييسي وفق منهج الله عز وجل هذا مقياس سماوي جزاق الله خير بارك الله في الطرق ما شاء الله على هذا الطرق أكرمك الله أكرمك الله ولذلك الطرق يعني كره العلماء كلمات ثلاث أنا ولي وعندي أنا قالها إبليس قال أنا خير منه كانت النتيجة طرد من رحمة الله ولعيذب الله وفرعون قال لي أليس لي ملكمس نعم أغرخناه ولعيذب الله رب العالمين عندي قالها قارون إنما أوتيته على علم عندي فخسفنا به وبداره الأول نعم وكلنا وكلنا يعني سواء إبليس أو فرعون اللي هي الفرعونية الطاغية والقارونية الكانزة والشيطانية المردية نحن نكرر أنا لي وأنا عندي وأنا وأنا وقال أهله أتضاعب النفس لما تجد واحد في مجلس يكرر أنا أنا عدة مراد فعلم أنه مريض نعم وهذه عندنا نحن مصابين بها كعرب أنا أنا وأنا سبحانه تضخم الذات تضخم الذات ونشرب إن وردنا الماء صفا ويشرب غيرنا كذرا وطينا إذا بلغ الرضيع لنا في طامن تخر له الجباب والسجدين فما بالك لو وصل إلى الثانوية العامة هو رضيع وسجدول يعني لما يفطم يروح فيه ونصف العالمي أخطر إنسان لا هو عالم من تفع بعلمي ولا هو جاه فيتعلم سأل الله السلام دكتور العربي بعد هذه الأطروحة الجميلة والمقدمة التي فيها من الرقائق الجميلة من كعادة الدكتورات يعني الكريمسة في العصول الوسطى كانت لها بعض الحقائق وبعض الأباطيل لننكر أنها كانت يعني كانوا يؤمنون أن أن الله موجود في بعث الغاية من وجود الإنسان هو عبادة الله سبحانه وتعالى لجزء الحقيقة وبعدين قضيت ادعاء العصمة للبشر أن هذا الأب والبابا هذا لا يخطئ هذه مصيبة كبيرة مما اخترعته العقول البشرية حجرها على العقل اتهم أي إنسان يخارف تعالي الكريمسة بالهرطقة معادة العلم وأصدروا أظن قرارات بالقتل على ثلاثة من كبار العلماء وحتى جليليو لما ادعى أنه ارتد عن أفكاره ولكن وهو يموت يقول أن الأرض بلغوا عن الأرض الكروية وكررها وكررها إلا بعض من الأذناب أو كما تقول لفضلاتكم دائما الزعانف والطابول الخامس يتكلمون من طراز العلمانيين الذين يعيشون يعني من بني جلدتنا عن نقد النص الدين هذه سبقتهم بها سبقهم الآخر بها يعني عندما نقدوا نص وحكموا العقل هل هذا كان بداية بعد عن خط الاستقامة أو انكار الاستقامة أو لأنه لا يريد أن يكلف نفسه فوق ما يطيق لأن الاستقامة قد تكلفه تكلفه انضباطا تكلفه يعني يعني أوامر معينة تكلفه تنازع عن أمور معينة تكلفه أن يتساوى مع الآخر يعني يعني هنا ما محور الارتكاس في هذه القضية التي طرحتها الذي تفضلتم به دكتور عمر نعم يعود بنا إلى مكامن الدى مكامن نعم مكامن المرض نعم نعم ومكمن الدى عند الإنسان عقله العقل العقل بمثابة السلم العقل يصعد السلم درجة فدرجة إلى أن يصل إلى المستوى الذي يرغب في الوصول إليه جميل وإذا اختل الإنسان فإنه لا يصعد درجة السلم وإنما يحمل السلم على كتفه هذه المشكلة يعني السلم وسيلة للصعود للصعود فإذا جن إنسان عفاكم الله جميعا وعفى المستمعين فإنه بدل أن يستخدم السلم ليكتشف ما كان خافيا عنه فإنه يحمله وهذا ينطبق عليه الصورة صورة سيزيف الذي كان يحمل سخرة ويصعد بها ويتكر هذا شأن الذي نسي الله العقوبة فأنساهم أنفسهم وكيف ينسى الإنسان نفسه لا ينسى نفسه ينسى نفسه بتدسيتها يدسيها يخنق مؤهلاتها وقد خاب من دساه والله تبارك وتعالى أكرم الناس بالوحي لكي يساعدهم في تسكية على تسكية النفوس فإذا ما ترك البشر الوحية فإنهم سيدفعون الثمن غاليا والذي الآن لا ننكر المكاسب المادية والسيد المسيح عليه السلام يقول يعني من ربح الدنيا كلها وخسر نفسه فقد خسر كل شيء والقرآن الكريم يقول خسر الدنيا والآخرة كتب أحد الغربيين وقد أسلم وكان عملاق من عمالقة الفكر كان أستاذ كبير في الرياضيات وإمام في الفلسفة وأسلم واستقر بمصر وتوفي هناك رحمه الله والدكتور عبد الحاليم محمود رحمه الله ذكر نبذة عن حياته وسمى نفسه الشيخ عبد الواحد يحي عبد الواحد يحي طبعا كتب كتاب من أهم الكتب كتاب صغير الحجم فرنسي فكتب كتابا صغيرا مكثفا عنوانه أزمة العالم المعاصر ماذا يقول في هذا الكتاب قال إن الإنسان وهو يتحدث عن الثقافة المهيمنة وهو أكثر الناس خبرة بها فاسأل به خبيرا قال إن الإنسان ترك السماء ليكسب الأرض فضيع السماء وضيع الأرض لا حول لا قتل من أين جاء الخلال الله تبارك وتعالى زود الإنسان فيما زوده به بقوتين خطيرتين عظيمتي الشأن القوة الفكرية وقوة الممارسة القرآن الكريم دائما يربط بين ضرورة تغذية القوة العقلية الفكرية والقوة الممارسية القوة العملية شوف مثلا على سبيل المثال ربي هب لي حكما ما معنى ربي هب لي حكما ما معنى الحكم والحكمة وكل مشتقات الكلمة العربية يعني ما معنى النهى ما معنى اللب هب لي حكما أولا الإنسان يشعر بأن الله تبارك وتعالى أنعم عليه بهذه القوة قوة العقل والفكر جميل فيسأله بوصلة هب لي حكما أعطيني بوصلة يتحرك بها عقلي في المجال الذي يناسبه كي لا يضيع كي لا يضيع لو أن الطيار الآن يطلق العنان لطيارته أو صاحب السفينة أو الإنسان في الصحراء ماذا يعمل نحتاج إلى بوصلة البوصلة هذه هي ما يعبر عنه بالحكمة ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا الإنسان يستخدم في المرحلة الأولى عقله فيؤلهه يعني قال أحد الغربيين أيها الإنسان أنت لك عقل فتأله فتأله بصريح العبارة لا تحتاج إلى الله عز وجل فإذن تنتهي المشكلة إلى أن يدس عقله في التراب وهذا الذي حدث فالإنسان سارطينيا ارتكس سارطينيا سارطينيا والإنسان كائن متأثر ومؤثر طبعا إذا عاش الإنسان فترة طويلة في مكان لا تنبعث منه إلا الروائح الكريهة فإنه يعتاد لذلك إذا جئت به ووضعته في روضة من الرياض فواحة الظهور فإنه يقول ما هذا ومن يكذ ثم من مريض يرى به مرة ما أذى نعم كن جميلا ترى الوجود جميلا والقبح قبح النظر قبح البصر وقبح البصيرة إنما مأتاه قبح العقل والله تبارك وتعالى خلق العقل جميلا ويأتي الإنسان بسوء استخدامه فيقبحه هبري حكما يعني أعطني ما يقوي وينمي قوة النظرية والفكري تنمية لا تتجاوز بالعقل حده وقديما قال أحد الصالحين إن العقل مثل المركب يوصلك إلى باب السلطان ولا يدخل معك إلى القصر نعم يعني مثلا الإنسان إذا زار أخا له فإنه يترك سيارته هناك ويدخل إلى صاحب المنزل دون مركب نعم يوصلك يوصلك إليه ولا يدخلك عليه ولا يدخلك عليه نعم فالعقل يجوب الأفاق انظروا ماذا في السماوات والأرض دلائل دلائل الوحدانية نعم دلائل الوحدانية نعم نعم والله تبارك وتعالى يرشدنا في القرآن الكريم إلى أن الناس نوعين نعم نوعان نوع يعني ممكن يستدل بالصانع على الصنعة أفي الله شك سبحانه وتعالى ونوع مستواه هزيل يستدل بالصنعة على الصانع وكل وكل الطريقتين موجودتان في القرآن الكريم هب لي حكما وأنحقني بالصالحين الحذارة الغربية قالت بلسان الحال وبلسان المقال لا أحتاج إلى حكمك يا الله لكن الله تبارك وتعالى لم يجرد البشر من وسائل العمل فكانت أعمالهم نفعية غير صالحة نفع لا أحد ينكر مثلا أنا دائما أقول لأصدقائنا في فرنسا تنتقل في القطار السريع من باريز إلى مدينة ليون ساعتين الآن قبل مونتين المفكر الفرنسي الكبير يعني قضى شهورا وشهورا من أجل أن يصل من منطقة من مناطق فرنسا إلى روما شهورا الآن يعني في رمشة عين يأخذ الإنسان كاس قهوة فنجان قهوة ويصل إلى إيطاليا والفنجان ما زال ساخنا فما الفائدة إذا انتقل الإنسان مثلا من باريز إلى ليون وعندما وصل إلى ليون لم يجد وجها مبتسما ولا يدا حانية ولا بيتا يفتح له صدره ماذا صنع يعني التكنولوجيا ألغت المسافات أيوة ولكن هل فتحت فجوة بين القلب والقلب بعدت الهدايات نعم بعدت إذن المشكلة الناس يخلطون بين وسائل الاتصال وبين القدر على التواصل البشري نعم وسائل الاتصال قلصت المسافات ولكن أين الوقت الذي يجده الإنسان ليجلس إلى أخيه يأنس به ويزكن إليه وما سمي الإنسان إنسان إلا لقدرته على الإيناس فإذا فقد القدرة على الإنس ما صار إنسانا وهذه هي مشكلة لذلك كان أحد المفكرين القدامى من الفلاسفة في وقت الظهر يحمي الفنوس نعم مصباح قيل له كيف أنت الشمس مشرقة قال إنني أبحث عن إنسان هذا نتيجة الإنصراف عن الله عز وجل نعم حتى إن أبا نواس ونحن نسخر منه أو يعني وإنما هو شيء من من الصعلكة الأدبية أن كان يسأل رجلا دخل عنده ابن من قال ابن آدم قال ظلنته نسل قد انقرت وهذا فكر هذا فكر كبير نعم ولذلك رحمه الله مصطفى صادق الرافع وهذا رجل يعني ما أخذ حجمه في الأدبيات العربية أو في التاريخ العربي أو يعني الحقيقة وكان رجلا مدافعا عن الإسلام المهم له كتاب يسمى كتاب المساكين يقرأ ويكتب في كتاب المساكين عن شخصية الشيخ علي الشيخ علي ليس شيخ علم وإنما هو رجل يعني على برد الله كده يقول في البلاد العربية الشيخ فلان لأنه رجل يعني درويش أو كده يقول إن الشيخ علي داره عتبة أي باب يفترش الأرض ويلتحف السماء يجلس الشيخ علي على عتبة داره يعني الشاء في الشاء فيرى الناس وهم يمرون يقول قائل منهم يا رب أعطيتني الصحة فأين المال وثاني يقول يا رب أعطيتني المال فأين الصحة وثالث يقول يا رب أعطيتني المال والصحة فأين السعادة فيرد الشيخ علي قائلا يا رب كل هؤلاء صور فأين الأصل أين آدم الذي يعني أسكن الجنة ثم أسكن الأرض برضوان من الله ولم ينزل بخطيئة وإنما أعطي منهجا لسبحان الله لياستكه والعلى الدكتور راتب ذكرنا بقضية مهمة العلم حتى فرق القرآن بين عزكم الله الكلب الجاهل والكلب المتعلن مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله يعني فاكلوا مما أمسكنا يعني إذن لما يمسك كلب الصيد الصيد آكل منه والكلب الغير مدرب نعم لا 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 هذا الفرق بين وهذه يعني أمة أمة الكلاب فرق بين الجاهل والعالم تراتبوا نحن نترقل من قصية إلى قصية نقلنا أو يعني لكن أنا أريد أن أعلق أعلق أيضا جميل جميل أولا لي صديق كان بلندن ففي طريق مزدحم أشد الإزدحام وقعت امرأة مسنة وبينه وبينها حوالي خمسون متر والطريق مزدحم ولا أحد انتبه إليها أو أنهضها أو أعانها إلى أن وصل إليها فلما أنهضها وسألها عن حاجتها قالت له كلمة قالت له أنت لست من هذه البلاد لا حول ألا قتل جفت العوار نعم وضع إنسان على طريق كسيف جدا في أوروبا مع سيارة ارتكبت حادث هو في حبر أحمر أمامه كأنه مجروه بعد ست ساعات وقفت مركبة تبحث عن مساعدته بعد ست ساعات نعم يعني لو كان حقيقة هذه المساعدات أما شاب أحب فتاة هناك فاستأذن وليده بالزواج منها قال له لا يا بني إنها أختك وأمك لا تدري أنا أعلق على كلمة قالها الدكتور عربي أنهم طحوا بالسماء من أجل الأرض فخسروا السماء والأرض معا نعم فلما أحب ثانية قال له يا أبي هذه فتاة أحببتها قال له أيضا هذه أختك وأمك لا تدري والثالث كذلك فضجر من أبيه وشكها إلى أمه قالت له خذ أيا شئت أنت لست ابنه وهو لا يدري فحينما يسقط المجتمع الفوضى يعني حينما يسقط المجتمع فلذلك أنا تعليقي على علاقة العقل بالنقل طبعا هناك من ألها العقل أو اعتمده مقياسا مطلقا في المعرفة كما فعل الغرب وهناك من ألها النقل وجاء بنقل غير صحيح فصادم العقل أنا أقول مهمة العقل مع النقل أولا أن يتأكد من صحة النقل تمام وثانيا أن يفهم النقل أما أن يكون حكما على النقل الصحيح مستحيل لأن النقل هو مرتبط بالوحي يعني موضوع نقد النص الدين هذا كرام هراء إذا كان الغرب قد سار فيه فراج حتى وضح الفكرة لو فرضنا أنه أيقظنا عالم من قبل خمسين عام وأنه له هذا القرص المدمج فيه خمسة آلاف وخمسمية وخمسة وخمسين عنوان وكتاب عنوان يعني أربعين جزء لا يصدق عقله مرتبط بالواقع أما الوحي مرتبط بالحقيقة المطلقة طبعا فلذلك العقل مع النقل يتعاونان العقل للتأكد من صحة النقل أولا ولفهم النقل ثانيا أما أن نجعله حكما على النقل لذلك وأنا أعتقد اعتقادا جازما أن العقل مقياس أو دعه الله فينا وأن الفطرة مقياس عاطفي أو دعه الله فينا نكشف بالفطرة خطأنا وبالعقل نتعرف إلى ربنا وأعطانا واقعا له قوانين تحكمه وأعطانا نقلا عنه القتاب والسنة هذه الأشياء الأربعة مصدرها الله عز وجل وفي الرياضيات الأشياء التي تساوي شيئا واحدا فهي متساوية فيما بينها فأنا أعتقد أن الحق ما جاء به النقل الصحيح وقبله العقل الصريح وارتاحت له الفطرة السليمة وأكده الواقع الموضوعي عظيم طبعا طيب ليس سؤال نعم شاب أمامه طريقة أنا رأينا هديناه النجد طريق بعض من أصدقائه أو من المقربين إليه والداته ومن فيهم في عمره يعيشون الأيام بالطول والعرض كما يقولون ويبدو على ظاهرهم أنهم سعداء يطبرون مع من يطبر يزمرون مع من يزمر يدخنون مع من يدخن يعني لا موانع تمنع والأب يعني يدعي الغباء والأمة يدعي أنها مش مواختة وهناك طائفة أخرى من عمره عرفت طريق العلماء والمسجد والتقوى والعمل الصالح وهو مذبذب حيران لا إله أولا ولا إله أولا وجاء ليعلن حيرته بين يد شيخه أو من يعني استراحى أنه سوف يأخذ منه الخيط ليبدأ الطريق ماذا يقول له الدكتور محمد راتب النابولسي بطريقته المعهودة في تيسير الأمور وفي إقناعه عقليا وعاطفيا بصحة المنهج يقول له شاب يركب دراجة يمشي على طريق مستوي وصل إلى طريقين الأول هابط والآخر صاعد الهابط معبد حدائق ورود أشجار نسمات عليلة والصاعد حفر وأكمات وغبر فطرته ميله شهواته رغبته طلبه للراحة يهتضي أن ينزل في الطريق الهابط كراكب دراجة لا يوجد محرك هذا صح هذا يستريح من إدارة شيء مريح جدا لراكب الدراجة أن يهبط والصاعد عقبات وأكمات وحفر وإلى آخره طبعا الإنسان حينما يعين الشهوات ينحاز إليها لأن الشهوة في الأصل تريحه الإنسان مزينة مزينة للناس بالمناسبة الشهوات دكتور محسوسة في مركبة فارغة في بيت جميل في امرأة جميلة محسوسة يراها بالحس والآخر خبر خبر في القرآن غيبي ولولا هذا الغيب ما كان الجنة أساسا أول آية قرآنية في البقرة الإفلامين ذلك الكتاب هدى المتقين الذين يؤمنون بالغيب يؤمنون بالغيب نعم فهذا الشاب طبيعته فتوته شبابه شهواته رغباته يميل إلى الطرف أن ينزل لكن وضعت لوحة قبل الطريق النازل أن هذا الطريق ينتهي بحفرة ما لها من قرار فيها وحوش جائعة ففي دقائق يكون قد تنتظر المذكور على في نص والنص الآخر هذا الطريق الصاعد المتعب ينتهي بقصر منيف هو لمن دخله هذا البيان الواضح مع الأدلة أيها قد يعكس قراره أما ما قولك إذا في منظار ملامح الحفرة وملامح القصر يعني صار الأمر الغيبي صار محسوسا محسوسا يعني هو رأى بالمنظار أن فعلا هذا الطريق ينتهي إلى هذه الحفرة التي ملأت بالوحوش المفترسة التي تنتظر فمهمة الداعية إذن أن يقنع الإنسان الحائر أن طريق الانحراف سهل بسهوتين كما قال النبي والكريم نعم أن طريق الجنة حزن برب ودين طبعا حزن يعني في صعوبة وفي شدة يعني أنا الإنسان حر مخير لو لأنه مخير ما ثم من عمله طبع فمهمة الداعية لا أن يجبر الله ما أجبر نعم الإله العظيم ما أجبر نعم مهمة الداعية أن يري يري نتائج العمل يوضح ويربط أيضا يعني مرة شاب جاء إلى النبي الكريم قال أنا إئذن لي بالزنا الحديث معروف نعم يعني النبي ما عنفه ولا ضربه ولا طرده قال له تعالى يا عبد الله أتريده لأمك تصور أمه تزني فغلى دمه قال له لا قال له ولا الناس والحديث معروف إذا أنا حينما أقنعه بالدليل مرة أذكر أنه إنسان إذا ملك الحجة القوية جدا يحرج الطرف الآخر هو شاب يبحث عن سعادته طيب السعادة هي موهومة غير صحيحة وإن أزمة أهل النار في النار هي الجهل إذا أردت الدنيا فعليك بالألم أنا أرى دكتور عمر يعني من هم من أعداؤنا الحقيقيون هناك أعداء تقريديون بإذن الاستعمار الصيونية أنا أرى أن العدو الحقيقي هو الجهل 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 أعدى أعداء الإنسان الجهل بحقائق الأمو والجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله بها نعم نعم أضرب مثل صارخ في بعض المطارات العربية عامل تنظيف طائرات أثناء تنظيف الطائرة اكتشف أن هناك حجرة واسعة للعجلات فإذا جلس فيها انتقل من بلد إلى بلد بلا سمن وبلا فيزا وبلا شروط فظن نفسه ذكيا جدا ما إن صعد وقعد على أرضية هذه الغرفة وطارت الطائرة أنزل الأرضية الطيار ليرفع العجلات فنزل ميتا أنا أقول ما الذي قتله جهله عندنا مزارع عنده بيوت بلاستيكية غلتها عالية جدا فاشترى سماد وكانت التعليمات الدقيقة أن يضع لتر في كل برميل وضع لترين ففي صبيحة اليوم التالي وجدها مسودة كلنا جعلنا حصيدا فأنا أرى أن أكبر عدو للإنسان هو الجهل الجهل أعداء أعداء الإنسان والجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به هذا الجهل هذا الجهل يعني كان مطلوب منه أن يطرق باب العلم يتعلم الطريق إلى الله طب الراجل الرائعي الغنم اللي في البادية والراجل اللي ماشي عزك الله وراء الجموسة في البلد عندنا سبحان الله لم يدخل لمدرسة ولا يعرف لا يكتب اسمه ولكن عنده من التوحيد وعنده من اليقين وعنده من التوكل وعنده من العمل ما لو حدثنا لبكينا سيدنا ابن عمر التقى براعي جميل قاله بعني هذه الشات واخذ ثمنها قال ليست لي قاله قل لي صاحبها ماتت واخذ ثمنها قال ليست لي فلما ألحى عليه قاله والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني فإني عنده صادق أمين ولكن أين الله دكتور عمر أنا إيماني أن هذا الراعي وضع يده على جوهر الدين وفي اللحظة التي نقول نحن جميعا أين الله ونخشى أن عصيه ننتصر لأن القضية مع الله قضية واضحة جدا الرقابة الذاتية أنا أذكر دائما أنه بالعالم الغربي في استقامة وسميها استقامة ألكترونية بدليل أنك إذا دخلت إلى سوق وفي مليارات الدولارات وخذت حاجة ولم تدفع سمنها في مادة تصفل تجد الأبواب أغلقت فما في حدا مستقيم بدليل في بعض الليالي انقاطعة الكهرباء ارتكبت مئتاء ألف سرقة بثلاثين مليار فنحن ديننا دين عظيم ولكن أين الله فأنا حينما أربي إنسان يضع يده على جوهر الدين حينما يستقيم على أمر الله وكنت قلت في لقاء سابق مبارك بمعيتكم بارك الله بكم أن الاستقامة يبنى عليها كل شيء بل هي الواحد وأمامها الأصفار أما إن لم تكن هناك استقامة لا يبنى عليها شيء ومهما كنا نعد المليار و خمسمائة مليون إن لم نستقم ليست كلمتنا هي العليا وللطرف الآخر علينا ألف سبيل وسبيل وكل وعود القرآن الكريم الرائعة وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلف أنهم في الأرض لسنا مستخلفين ليمكنن لهم دينهم لسنا ممكنين ليبدن أنهم لسنا آمنين فنحن عندئذ ما في حل آخر آمنوا وعملوا الصالحات أبداً الكرة في ملعبنا برق الله وأنا لست متشائماً إطلاقاً لأنه والله ممتلئ تفاوش إن شاء الله الكرة في ملعبنا وإن تعودوا نعود ونحن نتفائل معك برق الله فيك شكر الله برق الله فيك خرمك الله ترى عربي أردول توينبي له مقولة أنت أعلم بها منا يعني وإذا ظللنا نطارد الرجل التركي ونهاجمه لكي يترك دينه لأنه كان ينظر إلينا من علن كأننا خنازير برية فلما ترك دينه واتبعنا احتقرناه لأنه لم يعود عنده ما يعطيه هذا مقولة خطيرة جدا يعني هذا الرجل يعني أنا أحزن أنه مات على غير الاستهام هذا الكلام هذا الرجل يضع عيده على كبد الحقيقة نعم يعني نحن نريد أن نتفلت أو بعضنا يريد أن يتفلت بعضنا أيضا من دين الله سبحانه وتعالى ماذا نكسب من هذا التفلت يعني هذا توينبي يقول هذا الكلام العجيب علم وراء رجل التركي كي يترك دينه لأنه كان الغرب ينظر إلى رجل مستن حتى كانت المرأة إذا أرادت أن تخيف طفلها تخيفه بالعسكال التركي مع تحفظنا طبعا على بعض الأمور لكن حقائق والأمور والنور نور الله سبحانه وتعالى الذي يعني انساح في الغرب من الشرق وهنك في شمس الله تسطع على الغرب يعني هذا التراث أو لا أقول الميراث وأن هذا النور الكبير نور الله سبحانه وتعالى الكتاب والسنة وإسلامنا وديننا ما الذي يجعل بعضنا يريد أن يقلد الآخر في أن ننسحب بعيدا عن الدين ما الذي سوف نستفيده ما قيمتنا لقد قال عمر كنا أذقلا فأعزم الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله فماذا ترى دكتور عربي؟ دكتور عمر كعادتك تعود بنا إلى جذور الظواهر الاجتماعية طيب قبل أن ندخل على الجذور نلتقط أنفاسنا لكي نأخذ هذا الفاصل ونبدأ في الاستماع إليك إلى هذه الجذور التي سوف تنبت خيرا بارك الله فيه يعني إن شاء الله نلتقط أنفاسنا ونبقى بعد الفاصل إن شاء الله كونوا معنا أهلا بكم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين مرحبا بكم أحبة فلا مرة أخرى ونحن نتواصل في هذه الحلقة من برنامجنا كلمات مضيئة وأنا يعني سعيد بأن أخطف يعني ثمرات وأزاهير ذات اليمين وذات اليسار من دكتور محمد راتب بن بولسي ودكتور العرب كالساط الذي معذرة أوقفناك قبل الفاصل في وأنا أعرض على فضيلتكم مقولة توينبي هذا العقل الكبير الذي يقول إننا طردنا الرجل التركي حتى يترك دينه لأنه كان ينظر إلينا من عدن كخنازير برية فلما ترك دينه احتقرناه لأنه لم يعد يملك شيئا يعطيه لنا هذه كلمة كبيرة كبيرة ونريد أن نسمع تعليق من العقل الكبير لدكتور العرب بارك الله فيك شكرا فضيلة دكتور أنا الآن أبدأ بالتعليق على كلمة هذا العبقري الكبير توينبي وتوينبي له سلف عندنا هو ابن خلدون ابن خلدون فتوينبي ما الفرق بين توينبي وابن خلدون أولا الفرق الزمني وثانيا توينبي وجد أمامه ذخيرة لغوية استطاع أن يعبر بها عن أفكار كان ابن خلدون يبحث لها عن مصطلحات سبحان الله نعم هذا وبين رجال الفكر صلة لأن العلم رحم بين أهل رحم بين أهله نعم صدق فالحقيقة توينبي وضع يده على هذه الحقيقة أولا ما الذي جعل المسلمين الذين ظلوا ردحا من الزمن تحت الهيمنة بالرغم من فقداننا لكل ما يتعلق بالجانب المادي فإن المسلم ظل يشعر في قرارة نفسه أنه الأعلى سبحان الله ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين هذا في مكنونات النفس مكنونات النفس وهذا ليس له علاقة بالمعلومات سبحان الله والدليل أننا إذا بحثنا في ماضيات قروننا نجد ناسا عرفوا نصف كلمة قالوا لنا انفصلوا وانسلخوا من دينكم فالرجل الذي كان يقود الجموسة مثل ما تفضلت هذا رجل الفطر كان نعم نفتح قوس كنت تسأل أحدهم من أبناء المسلمين وهو يعاني ما يعاني وينظر إلى ما حوله فيلاحظ الفرق المادي ملاحظة صارخة صارخة ماذا كان يقول كان يقول لنا السماء ولهم الأرض سبحانك يا رب هذه أنا لا أقول هذا تبريرا لا يعني لا يجوز لنا أن نتأخر ماديا يذكر المفكر الفرنسي الكبير رونان الذي قال ما قال في الإسلام ورد عليه جمال الدين الأفغاني محمد عبدو قال كان يتحدث إلى موريطاني بسيط راعي وكان رونان عقلية كبيرة لكن كان ينظر من علو إلى هذا الراعي الموريطاني فتركه يتحدث يتحدث عن فضائل الحضارة الغربية وسمو الإنسان الغربي فقال له اسمع نحن لنا السماء وأنتم لكم الأرض سبحانه كرم فقال واعترف بهذا مكتوب كتب فأفحمه فأفحمه إذن توينبي أدرك سر القوة الموجودة عند هؤلاء المستضعفين المسلمين المسلمين سيدنا بلال عليه الرضوان سيدنا بلال في ظاهر تاريخي كان يسمى عبدا نعم وسادته كانوا يسمون أحرارا طبعا لكن الواقع النفسي لبلال منذ شرح الله صدره بالإسلام كان حرا كان حرا على الرغم من أن الناس يعتبرونه عبدا إذن المشكلة نفسية داخلية داخلية وإشارة سبابة سبابة بلال رضي الله عنه التي كانت تشير أولا إلى ماذا كانت تشير إذا رأى الأرض حوله وجد نفسه مقيدا مكبلا فكان يشير إلى أن الأفق الذي تتحرك فيه أفكاره أفق أعلى من المذيق الذي كان يتخبط فيه أهل قريش هكذا المسلم أيضا لماذا أحيانا للإنسان لماذا القرآن الكريم كل مرة يطلب إلينا شيئا يقول الله تبارك وتعالى تعالوا تعالوا اخرجوا من مذيق العقل البشري الأرضي تعالوا والإنسان أحيانا إذا يمشي في مدينة من المدن والدخان يرتفع وضجيج السيارات فإذا ما رفع رأسه إلى السماء اتسعت الآفاق نحوه لما تعقدنا في بلادنا نقلنا حتى المعمار طريقة بناية البنيان مثلا العمارات الشاهقة دراسات نفسية واجتماعية أثبتت أن سكان المدن الكبيرة حيث ترتفع العمارات الشاهقة تقلل من قدرة الإنسان على التفكير مذيق هذا فأتوينبي يقول في البداية قمنا برد فعل نحو هذا الترك الذي كان بالرغم من تحكمنا فيه كان يستعلي علينا وبذلنا كل الوسائل لإخراجه من الإسلام فاحتقرناه لماذا الإنسان مهما كان ولو كان عدوك شاء أم أبا يعشق أمرين يعشق الجمال والكمال أي إنسان أي إنسان سبحان الله يعشق الجمال والكمال ولذلكم فإن الله تبارك وتعالى أكرمنا بأن نستنشق عبير جماله وجلاله من خلال تعاملنا الصادق الفعال مع أسمائه الحسنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وفي مرة من المرات كان شيخ يعلم التلميذ فن التوحيد فلما خرجوا رأوا شيخا آخر قال لهم مازحا ماذا كنتم تتعلمون قالوا كنا نقرأ علم التوحيد إنسان بسيط لم ينتقوا شيخ إنسان بسيط فقال لهم التوحيد لماذا تتعبون أنفسكم أشار إلى شخص كان يبيع الحطب وكان يعرفه هذا الشخص كان من أثرياء الناس وتقلبت الأيام ودر قال انظروا وحد الله عز وجل الله أكبر الحياة يوم لك ويوم عليك والثابت والباقي إنما هو الله عز وجل فذكرت كلمتين ذكرت شي عظيم جدا ذكرت لنا الفرق بين الرجل الذي يسوق جموسته في البادية ورجل آخر من عندنا الرجل الذي يسوق الجموسة رجل أمي والأمية في هذا السياق نعمة ليه الأمية عبارة عن صفحة بيضاء مشكلتنا ليست من الأميين مشكلتنا من الجهل ما معنى الجهل هم الذين يملؤون رؤوسهم بأفكار خاطئة أو هم الذين الأفكار مثل الفواكه فواكه إذا كانت فاكهة معطوبة الطبيعة البشرية تنبذها تعافها وإذا كانت فاكهة سليمة فإن النفس تنشرح لا جرب قطة أعطيها قطعة لحم غير سليمة تشم تبتعد قطة حتى الفأر يعني عادة الفأر لا يبالي ولكن الفأر إذا وجد نفسه أمام ما يمكن أن يتغذى به فإنه يعرف الفرق بين الذي يناسبه والذي لا يناسبه بعض المعقدين عندنا ذهبوا إلى مكان القمامة الفكرية الإنسان يذهب إذا كان بحاجة إلى التغذية يذهب إلى مطعم محترم نظيف بعضهم يذهب إلى مكان القمامة ويلتقط القمامة والقمامة تحتوي على بقايا أغذية لكنها ميتة ويليتها ميتة فقط ولكنها مميتة مضرة مضرة إذن هذا الشخص الجاهل الذي امتلأ رأسه بأفكار خاطئة يضيف إلى امتلاء رأسه بالأفكار الخاطئة التقاط القمامات ورجع الدكتور العربي إلى بلادنا ليصير أعلاما للأدب والفكر والفن هناك فيه شبكة هيئة الأرضية ففيه استراتيجية أولا استراتيجية عبر عن هاتوين بصادقة نشكره على ذلك وقال فعلنا وفعلنا قال شعرنا بأنه يحتقرنا ثم حاولنا ففيه شبكة في الخفاء يدير خيوطها جن مختفين هذا لا لماذا فيأتي هذا الرجل فيعيش في وسط ملوث تمام أنت كنت تفضلت في حوارك مع الدكتور راتب حول مسألة خطيرة الشاب الشاب الذي يأتي للعالم يستفتيه أو للمفكر يسترشده هذا ما زالت عنده فطرة وإلا لما جاء المشكلة أنه يعيش لحيظات في المسجد ترتفع فيها درجة حرارة الإيمان عندما يخرج يجد يعني الجو مغاين ملوثات فهذا البيئة ماذا تنتج تنتج إنسانا مقلدا وقديما قال علماؤنا لا فرق بين مقلد ينقاد وبهيمة تقاد فنحن يجب علينا أن ننشئ ثقافة تجعل أبناءنا يشعرون بأنه لا يلق بالكرامة الإنسان أن يكون بهيمة تنقاد ولذلك الإسلام مجد الفكر انظروا إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفراد ونحن ما عندنا مشكلة لماذا القرآن نقل مقولات السفهاء وما الهدف من كل هذا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن أعملوا حديثنا بأننا نتحدث عن شخص أو عن صفة موجودة في بلاد الواق لا الاستقامة أولا مثل العطر إذا كانت زهرة هل واحد يحدد مكان العطر الزهرة كلها عطر فالاستقامة يجب أن تكون عطر نوايانا وعطر أفكارنا وعطر كلماتنا وعطر نظراتنا وعطر صمتنا وعطر سلوكنا وعباد الرحمن الذين ينشون على الأرض هون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة ليس المقصود بالدرجة الأولى سلام نفذ لا الموقف موقف موقف استقامة ما هو أنا أقول سلام قد أقول هذا فإذا تصبح الاستقامة مفهوم الاستقامة عبارة عن تيار ينتقل من الفضاء النفسي إلى الفضاء الفكري إلى الفضاء القولي إلى الفضاء المواقفي مواقف سلوك فعندما يأتي شاب مثلا في الشارع ويرى الشارع كظاهر اجتماعي يسير في اتجاه واحد هو لم يكون مضطرا لمغالبة التيار المشكلة الذي يستقيم عندنا ويخرج إلى الفضاء الاجتماعي يجد نفسه مطالبا بمقاومة التيار يسبح ضد التيار وهذا لا يقدر عليه إلا القلائل إذن ما العمل نحن لا نقول أن المجتمع يجب أن يكون مجتمع ملائكي على الأقل نخفف الإسلام ما أنكر بذور الفساد في طوايا الإنسان إنما الإسلام ينصحنا بأن لا نترك الفساد يستعلن حتى لا يتبختر يعني يفعل الإنسان وهو يشعر بأنه مثل في بريطانيا إذا واحد ساق يشعر بأن هذا شاذ هذا المجتمع السليم وكل مجتمع عنده قيم أنا قرأت آية عجيبة الله تبارك وتعالى يقول لسيدنا موسى عليه السلام فاستمع فاستمع لما يوحى إليه أنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكر بعدين إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى ما العلاقة بين الصلاة والسعي إذن الصلاة تكيف السعي تجعله سعي سليما تجعله سعي مستقيم وفق البوصلة وفق البوصلة البوصلة الداخلية وأضيف وأختم يعني العالم المعاصر أبدع في تثمين قيمة الوقت لكن مع كثرة الساعات الموجودة عندنا والوسائل الدقيقة لتحديد الوقت فإننا فقدنا البوصلة ولذلك فإن الفطرة تصرخ تبحث عن جهة الشمال الله أكبر بارك الله فيك شكر الله لأطر العربي ما شاء الله لأخوة الله بالله هذا كلام العطر الذي يعني سمعناه من أطر العرب وهذا التوضيح والتحقيب المعرفي إذا أردنا أن نقول تراتب هل لك من تعليق هذا كلام الطيب الجميل أولا دخل سيدنا عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مضجع على حصير وقد أسر في خده الشريف فبكى قال له يا عمر ما يبكيك قال رسول الله ينام على الحصير وكسرى ملك الفرس ينام على الحرير أنا قرأت لهذا الحديث روايات ثلاثة الأولى قال يا عمر أما ترضى أن تكون الدنيا لهم والآخرة لنا هذا أكبر ما ينسينا واقعنا المؤلم الشيء الثاني قال يا عمر إنما هي نبوة وليست ملكا نعم قال يا عمر أنت في شكا من هذا نعم إذن الإنسان إذا فتته الدنيا وقد جهد من أجل تحصيلها مما يعزيه أن الله سبحانه وتعالى وعده بجنة عرضها السموات والأرض النقطة الثانية نحن نظن أن الجاهل إنسان ليس عنده معلومات ممتلئ معلومات ينطلق هذا من تعريف للعلم دقيق هي علاقة بين شيئين تطمح إلى أن تكون قانونا علاقة ثابتة مقطوع بصحتها يؤيدها الواقع عليها دليل فلو ألغي الدليل لكان تقليدا لو ألغي الواقع لكانت جهلا لو ألغي القطع لكانت وهما أو ظنا أو شكا فإذن العلم الذي نبحث عنه هو الوصف المطابق للواقع مع الدليل في شيء آخر ينبغي أن نشير إليه وهو أن الله أورد في القرآن كلمة عبيد وكلمة عباد نعم ومن أجمل ما قرأته حول هذين المصطلحين القرآنيين العبيد جمع عبد القهر والعباد جمع عبد الشكر فالإنسان عبد لله شائم أبا لأن حياته متوقف على إمداد الله له فالإنسان في قبضة الله يعني عندنا عبد عباده وعبد عبوده نعم فأي إنسان قطر شريانه التاجي الذي يمد قلبه بالدم يحدد نشاطه وصحته وصحته في يد الله فإنضاق سيولة دمه تحدد صحته نمو خلاياه فالإنسان في قبضة الله هذا عبد القهر فالله عز وجل يعني كل عباده عبيد له نعم لكن الذي عرف الله مختارا فكر في خلق السماوات والأرض قرأ كتابه أحبه أقبل عليه خدم عباده نفه لمنهجه هذا عبد الشكر نعم فلذلك وعباد الرحمن نعم وما ربك بظلام للعبيد نعم نعم جميل في شيء آخر الحقيقة أنا هذا إيماني الدين أين مكانه أنا أرفض أن يكون مكان الدين المسجد في المسجد تتلقى التعليمات وفي المسجد وتقضي الشحنة نعم الفائدة الآن من دوبية المبيعات يأتون إلى الشركة صباحا يأخذون التعليمات والأسعار والعينات يأتون مساءا يدفعون الغلة ويقبضون الأجرة تمام أنا أرى الدين في العيادة في مكتب الهندسي نعم في مكتب المحامي نعم في السوق في الحقل حينما نفهم الدين أنه ممارسة لمنهج الله في بيتنا وفي عملنا وفي طريق وليس طقوصا جاملة نعم وترك دانق من حرام خير من ثمانين حجة بعد الإسلام نعم إن الرجولة لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم سبعين قريفا نعم قالت عن أختها صفي قصيرا نعم قال يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لأفسدته نعم أنا مؤمن أن الله سبحانه وتعالى يعاقب لكن لولا أنه يعاقب لا قيمة لهذا المنهج أي قانون أي قانون لا بد له من مؤيد قانوني من عقوبات فالله يعاقب لذلك أنا أرى أن كل مصيبة على وجه الأرض من آدم إلى يوم القيامة هي بسبب من خروج عن منهج الله وما من خروج عن منهج الله إلا بسبب الجهل والجهل أعدى أعداء الإنسان تفضلوا مبارك الله فيك خرمك الله طيب الشاب أيضا نازلت مع بعض الشباب لأنهم أمل الأمة ريح الجنة في الشباب نعم هم المستقبل سيدي ياتي الشاب وهو يقول لك يا أضطر راتب أنت تطلب مني أن أكون حليما نعم وأن أكون شفوقا بالناس حنونا على الناس إلى آخره والناس يؤذونني القريب يجفو والبعيد يغتاب والزميل يطعن في الظهر والمدير يؤذي والموظف يخون فأنا يعني يقول لك أنا أعيش في غابة وأنت تطلب مني أن أكون حملا وديعا وسط الذئاب وقالوا له خطأا إن لم تتذأب أكلتك الذئاب فأخرجني من غابة الذئاب إلى يعني أو أعطيني جرعة عملية أستطيع أن يعني يعني أحمي نفسي من أن أكون ذئبا يا سيدي نعم أو أن مستنقعا آسنا فيهم يا سوداء وأطفال يسبحون ويضحكون ويمرحون ويلعبون ويطربون ومر إنسان كان في حمام وقد نظف نفسه وتعطر لبس ثياب جديدة أنا لا أصدق أن يكون في الأرض إنسان دخل حمام وتنظف لبس ثياب يتمنى أن ينزل في هذا المستنقع على الآسنا هو لم يدخل هو لم يدخل الحمام هو لم يدخل الحمام من نظيف هذا أنا مهمتي الأولى أن أدخله الحمام جميل كيف أن أعطيه مقياس أفوا أولا الله عز وجل مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن يتوجه العبد إليه ولا يذيقه طعم القرب بس بصدق بصدق نعم فأنا حينما أقنع هذا الشاب أن يستقيم على أمر الله ولو لفترة حتى تنعقد هذه الصلة جميل حتى يشعر بالقرب من الله أقولها بصورة أخرى بنت جامعية أو تخارط من الجامع أو تزوجت زوجها يقول لها لو تحجبتي لا تزوجت عليك تلكيك يعني أنا أقول لك أنا مثلا وأمها تقول لها أنت هكذا تتحجبي تلبست عضاي خيمة كالغراب كالغراب وبعدين بانتخالتك ما شاء الله شعرها يعني يطير في كل الدنيا وكده وتضع في واجهها الأسود والأخضر والأحمر وكلية فنون جميلة وقبيحة يعني كيف نحبب أو نأخذ أو نقنع أو نقرب المسألة أن حجابها بالمقياس أيضا مش كل واحدة تحجب برضو بالهوى ما نرى حجاب الآن حجاب أمريكي وحجاب مش عارف حتى بيوت الأزياء هو لك حجاب للصهرة وحجاب للصباح وحجاب ما علينا بالكلام لكن ما أريد أن أقنعها بالمنهة جواب المقياس وأجمل لها مسألة مسألة أنها كيف تستشعر حلوة هذا الأمر رغم أنها ترى أن الأمر خطير جدا لو تحجبت ربما لا سخر منها الناس أو هكذا شيطانها يقول لها أنا أتصور تصور أن الشهوات قوة كبيرة لا شك لا شك أوضع الله في الإنسان شهوات معا وأن القناعات قوة كبيرة طيب فأنا حينما أنمي القناعات أنا أشبه ميزان فيه عشرة كيلو شهوات وسمع محاضرة خمسة غرامات لا تقوى هذه على مكافحة هذه الشهوات المحاضرة الثانية والثالثة إلى أن تصبح وزن قناعاته عشرة كيلو يدخل بالصراع يعني نسلط التيار النظيف على الماء العكر شيء آخر الإنسان حينما يستمع للحق مجردا كفكر كأدلة قد لا يقنع طيب أما حينما يرى إنسان أنيق نظيف مثقف صادق أمين نحن دائما دكتور عمر جزاك الله خيرا قد نعجب بأستاذ في الجامعة متبحر في العلم لكن لا نحبه قاسي في حادث بالنبي متكبر مثلا وقد نحب أحد أقربائنا البسطاء وقد لا نقدر علمه جاهل فأنا حينما أرى المؤمن بسيط فقه محدود مستقيم هيئته غير لا ترضي كثيرا عمله غير متقان لكنه صالح صاحب دين أنا هذا النموذج لا يسيرني إطلاقا وحينما أرى إنسان يعني متكلم فصيح متعلم لكن لئيم قاسي أنا حينما أعثر على إنسان بقدر ما تحبه تحترمه بقدر ما تحب أخلاقه الرضية تكبر علمه جميل فأنا أريد داعيه أريد إنسان يكون مثل أعلى هذا الشاب أقنعه يعني هو البيئة الآن طب البنت هذه وأولاد بنات خالاتها وبنات عماتها وزميلاتها في الجامعة أو زميلاتها في العمل يعني يعني ينظرن إليها هي تظنها كذا باحتقال إذا تحجبت أو إذا لبزت حجب الشرعي كما أمر الله أن يكون أفضفاضا وواسعا ولكن يعني طيب نصف نصف طيب شوية شعر طيب مش عرف هذا الماض يعني نريد أن نذيقها حلاوة الطاعة نعم عفوا لابد من أن أشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام حدثنا عن آخر الزمان قال كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر قالوا أو كائن ذلك قالوا أشد منه سيكون قال كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف أما الثالثة خطيرة جدا كيف بكم إذا أصبح المعروف منكرا نحن في زمن صاحب القابض على دينه كالقابض على الجمر جميل فلذلك لابد من أن يكون هناك نمازج متفوقة في الدعوة تجمع بين الدين والدنيا أنا أدي كلمة مشهورة إن لم تتفوق في دنياك لا يحترم دينك مهندس أول طبيب أول صناعي أول بقدر ما هو متفوق في دنياه متفوق في دينه هذا بشد النظر أما إنسان بسيط كدرويش كما تتكلمون مع معلوماته محدودة صالح مستقيم لا تكفي الآن بعصر صعب نريد القوي الأمين لعم لذلك نحن في عصر الإسلام محجوب بالمسلمين الإنسان حينما يرى المسلم متفوق فأنا أريد داعية متفوق داعية أنيق نظيف ذوق عالي جدا فصيح متكلم علمه جيد في دنيا لا أستغفر الله هذا الذي يلفت نظر الشاب شيء آخر ما دام هناك تداخل هناك علاقات حميمة وهناك علاقات عمل العمل لا تؤثر أما ما دام أعيش مع أناس متفلتين مع أناس يصغرون من الدين أنا لا أقوى على مجارتهم فلابد من أن أعطي الطالب العلم حمية حمية اجتماعية قليلة حمية اجتماعية ومنطق قوي ونموذج راقي نموذج راقي ومنطق قوي وحمية اجتماعية هذا الشاب لأنه يحب نفسه الإنسان يحب وجوده يحب سلامة وجوده يحب كمال وجوده يحب استمرار وجوده وأقول لكم بصدق الذين انصرفوا إلى الدين واصطلحوا مع الله أيام أحيانا بسبب نموذج راقي جدا والذين انصرفوا عن الدين بسبب داعي ببارك الله بشكل الله ولكن جزاك الله وعنا خير الله يبارك فيك يا رب العليك طرعربي ونحن نتجول في في يعني أروقة التاريخ معك وتاريخ الفكر الغربي سارتر في كتاب تأملات في المسألة اليهودية كان يقول أن اليهود عندهم يمتهمون بثلاثة أمور جمع الذهب مرواحة وبعدين نشر العقلانية في مواجهة المسألة الدينية ثالث أمر تعرية الجسد البشري وقرأت له بعد ذلك تبريرات عجيبة لهذه ثلاثة تبريرات تافهة لا تقوم في ميزان العلم ولا في ميزان الفلسفة يعني أنا أفتح لك عنوانا ونترك لك الحديث بارك الله فيه يعني في إطار ما جرى أيوة من حوار نعم من حوار نعم الذي تفضلتم به يشد انتباهنا إلى ضرورة الاهتمام بما يلي نعم الإنسان أي إنسان يتأثر بالمكان ويؤثر في المكان جميل سلبا وإجابة سلبا وإجابة جميل قبل أن أعود إلى سارتر نعم الشاب هذا معه حق يعيش في وسط المتناقذ نحن تعلمنا في كتاب الصلاة في كتب الفقه المسلي يجب أن يكون المكان الذي يسلي فيه طاهرا نعم وأن يكون الثوب طاهر وما إلى ذلك نعم لماذا لا نسحب هذه المطالب على حياتنا الاجتماعية هذا لا ليس في الأمر التعبودي فقط نعم البعد الاجتماعي نعم لطهارة المكان و و و و ورحانية الزمان مثلا نشوف العمارة تدخل إلى كنيسة من الكنائس وإلى مسجد من المساجد الكنيسة تجدها مشغولة بالصور والتمثيل الإسلام المسجد الكنيسة تجدها من ناحية المعمرية مع بعض الكنائس التي تأثرت بآثار المسلمين في الأندلس تجد الكنيسة امتدادها أفقي أفقي الإسلام مقطوع الصلة وهذا الكنيسة فراغ تعبر عن ثقافة عن الخواء بينما ثقافتنا مثلا سبحان الله تدخل المسجد فتجد نفسك منجذبا بجاذبية نحو الأعلى سبحان الله نعم الأعلى هذا لذلك المسلمون الأولون ما إش قضية وسائل قضية يقينيات ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين تعالوا لماذا احنا الآن لا نستطيع في غالب الأحيان أن نمتثل أوامر الله لأننا فقدنا القدرة على العلو على التعالي تعالوا أتلوا عليكم ما حرمنا الله أكبر أتلوا الذي لا يتعالى أولا لا يفهم الذي لا يعلو لا يعلو على نفسي على شعواتي فوق أهوائه تعالى أقول لك ما هو الممنوع تعالى أقول لك ما هو الذي يجب أن تفعله وهكذا يعني أقول لك من علو من علو نعم نعم ولذلك الله عز وجل يقول إن فرعون على في الأرض على في الأرض بس في الأرض على في الأرض على بس دحت أي علو هذا هذا من خداع من خداع الحواس نعم يعني الإنسان إذا وضع مستر في الماء قد تكون مستقيمة فتبدو العكس فالعلو علو الذين لا يتصلون بالله علو تسفلي ولا يذب الله علو على في الأرض و شكرا على هذا الملاحظة الدقيقة الله ببعض كلمة في تعني لنغماس وبعد ذلك اختنق الإنسان بينما العلو المصحوب على هذا الارتفاع ارتفاع تحرر أولئك على هدى من ربهم الله أكبر وفي المقبل في ضلال في ضلال يعني يختنق داخل الضلال فالإنسان مختنق مختنق المحتوى المحتوى اللغوي دكتور العرب لا طبعا لا بد من تذوقه اللغة العربية لغة القرآن الكريم نعم لغة شاعرة لغة لغة تسور خلاجات النفس وتؤشر نحو الطريق الأسلم الله أكبر هذه معلم من المعاد كمدلول لغوي مدلول لغوي نعم مدلول لغوي قال لأحد المستشرقين الكبار في جامعة الصربون وكان عالما بالعربية كنا ندردش فنتناقش في بعض المسائل في ذكرها ابن جني رحمه نعم نعم يضحك معي قال لي يا فلان قال لي أنا أظن قال لي أن شخصية ابن جني الإسم ينطبق على المسمى قال لي هذا ليس بشر في الذكاء هذا جن سبحان الله وعادة الإنسان لما يكون فهم يقول له عبقري حتى العرب يقول قال لي هذا جني صح قال لي ما اهتدى إليه في أسرار اللغة ليس اللغة العربية هو سبق المستشرقين الألمان الذين هتموا بدراسة اللغة العربية قال لي ما اهتدى إليه قال لي سبق عصرنا بكثير عادة علماء الألسونيات يؤرخون للتطور تطور الألسونية بظهور سوسير العالم السويسري الكبير فابن جني وهذا رجل خبير مختص في الليسانيات قال لي هذا سبق عصره وسبق سوسير وغيره سوسير هذا قوس على فتحناه بفضل ما ذكرتنا به من العلاف في الأرض نرجع إلى سيد سارتر سيد سارتر أولا لا ننكر عبقريتنا هو من الناحية الفلسفية يعني سبقه أساتذة أساتين الوجودية ما هو الميزة كان ذا قدرة عجيبة في التعبير وتمطيط هذه الأفكار فكان ذا قدرة على الكتابة كان مصرحي كان روائي كان مفكر وإلا من سبقه أعلم منه ولكن شاع هذا كعلم نعم ولا تنكر ولا بعض الكتابات مثلا الغثيان أشياء كثيرة نقد فيها لاستعمار الفرنسي في الجزائر لكن نرجع إلى النقطة التي تفضلت بها هذه أولا يجب أن نأخذها بنسبية لماذا لأن العرب والمسلمين اليوم نفسر أوضاعنا القلقة دائما بقدرة الآخر وكلما كرر الإنسان نفسه هذه المقولات اقتنع بها فهذا قد يبعثه على العجز يعني الإنسان إذا قال إن الخطر هناك إذا كانت هذه الإشارة تستحثني وتدفعني إلى العمل والانتقال تكون جيدا لكن إذا بالغت وبقيت هكذا فإنني أنا الذي أجعل ذلك الأضعف أقوى مني وما الخوف إلا ما تخوفه الفتاة عندما يطلع نهار الوثن يختفي عندما يطلع نهار الوثن الفكرة تختفي فالفكرة عندها وجود ذاتي والوثن وجود غير ذاتي فالموثن أو الوثن هو الذي يصنع الوثن يعني قضية الذهاب منذ سنتين أو ثلاث مفكر فرنسي كبير يهودي أصدر كتاب في هذا الموضوع لماذا وقال هو وأنا استمعت إلى التلفزيون وقال في الكتاب يعني الناس يتهمون أنا يتهمون أنا يتهمون فيريد أن يجعل هذا الشيء لصرف الأذهان فالناس يقولوا والدليل هم اعترفوا بما يقالوا عنهم والدليل تحرروا لا هذا لا 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 إذن السؤال الذي أو التعليق الذي نعلق به على سارتر أنا أقول لما هؤلاء يؤثرون لما نحن لا نثور ضد قابليتنا للتأثر فالإنسان يتأثر بالمحيط الذي يريد مثلا الآية التي تفتتحون بها حصتكم الجميلة ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين مباشرة ولا تستوي الحسنة والسيئة فالذي يرد على السيئة بالحسنة إنما يستلهم الإسلام الإسلام هو المؤثر وهو المثير إذا أردت أن تكون استجابتك لأي عامل من العوامل إيجابية فما عليك إلا أن تغير الموجة فإذا كان الراديو مضبوط على موجة سلبية أنا أضبطه على موجة إيجابية وموجتنا الإيجابية لا نجدها إلا في الإسلام الله أكبر الله أكبر بارك الله فيه أكبر العربي يعني ما شاء الله لأقول تلب الله أكبر راتب لابد من تعليق على هذا الكلام الحقيقة الذي تفضل به شيء رائع جدا لكن الذي أريد أن أقوله الله عز وجل يعاقب غير المستقيم لماذا يعاقب غير المستقيم غير المستقيم لأن أي قانون سير من دون عقوبات لا قيمة له الجامعة ليست ليست تفوقها في أن لا يرسب أحد عندها لا لا أن تأتي النتائج وفق المقدمات نعم نعم الآن نعطي مثلين الصحابة الكرام هم نخبة البشر طبعا إن الله اختارني واختر لي أصحابي وعن رأسهم سيد البشر صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم نعم عليه الصلاة والسلام حبيب الحق عليه الصلاة والسلام سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في أحد في معصية لو أنهم انتصروا على معصيتهم لسقطت طاعة الله وفي حنين اعتدوا بأنفسهم بشرك خفي نعم ولو أنهم انتصروا لسقط التوحيد نعم الآن أنا كمعلم أعطي وظيفة في اليوم التالي إذا لم أعاقب الذي لم يكتب الذي يكتب لن يكتب وانتهى الأمر طبعا فلذلك حكمة بالغة 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 أنه لا بد من دفع سمن خلق الاستقامة هذا الدفع يعني الأمة الآن تكفع سمن عدم الاستقامة الآن نعم هذا الواقع نحن نمنا يعني نحن ندفع ضريبة نومنا نعم وضريبة عدم استقامة أولا سيدي أنا أعتقد أن النصر له شرطان كل منهما شرط لازم غير كاف الأول الإيمان الذي يحمل على طاعة الله والثاني الإعداد أعدوا لهم أعدوا لنا ولم نعد لهم فنحن مقصرون في بندين كبيرين من أسباب النصر والمخلص في كفره ينتصر على المزيد فالجانعة لا تقيم أنه لا يوجد طالب ما رسب فيها لا 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 تقيم أن تأتي النتائج وفق المقدمات فحينما نرى إنسانا أكل مالا حراما فدمر ماله حينما اعتدى على الآخرين هناك مصيبة سحقته هذا العقاب له دلالة كبيرة جدا من هنا أحد فيما ورد في الأسر قال يا رب أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك قال أحب عبادي إلي تقي القلب نقي اليدين لا يمشي إلى أحد بسوء أحبني وأحب من أحبني وأحببني إلى خلقي قال يا رب إنك تعلم أني أحبك أحب من يحبك فكيف أحببك إلى خلقك قال ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي ذكرهم هذه مهمة الدعاة ذكرهم بآلائي كي يعظموني ذكرهم بنعمائي كي يحبوني ذكرهم ببلائي كي يخافوني في بلاء كبير في مصائف أبدا والتعظيم فلابد من أن يجتمع في قلب المؤمن تعظيم لله ومحبة له وخوف منه من هو الدعية الناجح الذي يجمع بين هذه المعاني السلاسة هذا من يهتم فقط بالعقوبات واجه النام أو بالجنة مشكلة وبالجنة ليكون حسن الخاتمة يعني إن شاء الله ننهي حديثنا وقد يعني ساعة ونصف أنا ما تخيرت أنها ساعة ونصف هذا الحوار الشيخ ما شعبنا بها والله بارك الله فيكم أنت أستاذنا والله أخريتمونا وعلمتمونا وأكرمتمونا بهذا اللقاء بارك الله فيكم ونعيد المشاهدين إن شاء الله إن كنا من أهل الدنيا أن نلقاكم في حلقات قادمة بإذن الله مع أننا نفتقد أخانا الكريم الدكتور سعد الدين إلى أن ينضم إلينا إن شاء الله وجزاكم الله خيرا أحبتي في الله أينما كنتم في أرض الله لا تنسون من صالح الدعاء شكر الله لأستاذ دكتور محمد راتب النبولسي شكر الله لأستاذ الدكتور العربي كشار بارك الله فيكم شكر الله لكم ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته